احبائي اهلا بكم في حلقة جديدة من برناميكم ودرب حياة مسيحية وبنفرح جدا بالتعليقات اللي بنقراها على الفيسبوك الاسبوع وتواصلاتكم معنا والاسئلة اللي بيجي لنا باستمرار والإميلات اللي بتوصل لنا فبنشكركم جدا وتدعمكم وصلواتكم لنا بدي عني كتير خالص خالص طيب السؤال بيقول ايه بتاع النهاردة سؤال حلو وخالص انا كنت عايش بداخل مرتفع مضمون بتكلم على فلوس غالبا اه بداخل مرتفع مضمون وبعد احداث الكورونا الداخل قال لـ 80% ومش عارف اتقبل ده ازاي اظن ده سؤال يعني مكرر يعني اعتقد ان احنا يمكن نسبة كبيرة جدا من انها بيقول نفس الكلام ده انا كنت عايش بداخل مرتفع مضمون وبعد احداث الكورونا الداخل قال 80% ومش قادر اتقبل ده طبعا الرزق ده بتاع ربنا وربنا هو اللي بيحدد الارزاء تبقى قد ايه بالزبط فالمتحدد لك المبلغ ده يجي لك كل شهر حتى لو ما كانش فيه كورونا يعني ده ترتيب ربنا مفيش كلام المشكلة مش في ايه ان الاد داخل قال مشكلة في توقعاتنا احنا انا متوقع ان انا اكسب عشر قروش فلما اجي اكسب قرشين اقول لي اه قرشين بس ليه لان انا متوقع ما ان القرشين دول في ناس تاني تتمناها في ناس يعني تحلم بالقرشين دول اللي عندي لكن انا عشان متوقع العشرة والعشرة بقيت ستة العشرة بقيت خمسة اي ان كان المبلغ مش بقول عشرة يعني عشرة تلاف بقول اي عشرة يعني أي مبلغ بيقل بيقل فأنا عشان متوقع عادة حاجة كبيرة فبقى بقى حزين ومتدأوز علينا عشان العادة لا لأنا بقى أخذ رزقي كده كده حتى لو فيش كورونا ربنا مرتب رزق معين لكل إنسان تمام؟ حتة مهمة لازم أن أنا أعرفها الحاجة التانية أنا أبص لكورونا في الإيجابيات اللي فيها الكورونا قللت رزق ماشي لكن زودت حاجات تانية كتير أنا قلت لكي أنا محاضرة محاضرات على خمس حروب كورونا إن الكورونا دي خلت الإنسان كون مع الله الكاف الأولانية قرب الإنسان لربنا أكتر وعرف ربنا أكتر ولقى وقت أكتر إنه يصلي وقت أكتر يقرأ كتب مقدسة كتب مقدسة وقت أقدر يقرأ كتب روحية وقت أقدر يقعد فيه مع ربنا نمر واحد نمر اثنين الواو وزع خير فرصة أنك أنت توزع خير للناس على قد ما تقدر ممكن توزع خير مش لازم بس فلوس ولا أعطايا حاجات تانية كتير ممكن نصيحة ممكن تزور ناس عيانين ممكن تعمل حاجات كتيرة تقوم بواجبات كتيرة وإن الريه رائب نفسك كورونا وإن الواو التانية وزع من مصادر الحب في حياتك وإن النون خلي نمي نفسك باستمرار وإن الألف الإخرانية أترك أثرا يعني أنا أصدق أقول إيه؟ إن الكورونا ده هي ما تبصلهاش بس إنها قللة الرازق بص إنها زودت حاجات كتيرة زودت في العلاقة اللي بينك ومنمراتك علاقة بينك وبين ولادك علاقة بينك وبين ربنا علاقة بينك وبين أصدقائك كلها حاجات مهمة ولا حياة من الحياة من الشغل وفلوسه بس ومهما كان اللي حصل فالفلوس دي هي نصبنا في الوقت ده سواء كان فيه كورونا أو ما كانش فيه كورونا بص للإيجابيات الموجودة في الظروف اللي أنت فيها احمد ربنا مش ربنا قال لك كنت أمينا في القليل أقيمك على كثير فأنت لو ما حمدتش على قليل مش هيجي لك كتير وانا أشكر ربنا وصلي بس لما يكون بس داخلي قد كده ولا أيا كان داخلي أنا باشكر ربنا وغير داخلي ما أنا باشكر ربنا على النعم تاني كتير يمكن ربنا عايز يقولك طب سيبك من الأمور المادية دلوقتي بص للنعم اللي في حياتك وهي كتير جدا فأشكر قعد ثلاث دقايق كل يوم أشكر ربنا على النعم اللي أنت فيها أشكر على الرزق الموجود دلوقتي عشان ربنا يديك أكتر أشكر على النعم الكتير اللي أنت فيها عاجات كتيرة أشكر على كل خلايا بل مليارات الخلايا في جسمك اللي بتشتغل أشكر ربنا على الحواس بتاعتك اللي بتشتغل أشكر ربنا على قادر تتنفس وقادر تبلع وقادر تتكلم وقادر تقوم في جارك ما بيقدرش ركز على الإيجابيات ركز على الحاجات الإيجابية الموجودة في حياتك أما الرزق ده بتاع ربنا ربنا هيعوضك كل خير في الوقت المناسب وربنا مش بيسيبك مهما كانت الظروف بتفطر وبتتغدى وبتتعشى وبتشرب قهوة وبتشرب مية وبتعمل كل حاجة وبتخرج وتتمشى وتعمل حاجات كتيرة أشكر ربنا على النعم اللي أنت فيها بص للجوانب الإيجابية في تجربة كورونا وقل رب أشكرك على القليل والكتير هيجيلي هيجيلي وإن شاء الله هيجيلي خير كتير شكرا لسؤالكم الجميل ده ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله